الثامن عشر من اغسطس من العام الفين وثلاثة عشر تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في اليمن ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وسط متطلبات قانونية للنيابة العامة باستدعاء بقية المتهمين في الجريمة والذين يحملون حينها حصانة دبلوماسية وحصانة ما تسمى بالربيع العربي مضت الامور على قاعدة ادارة البلاد بالازمات وطغيان ازمة على اخرى وبينما كانت محكمة الارهاب تعقد عددا من الجلسات التي كانت محاضرها تختم بان النيابة بحاجة الى استفاء الاوراق والمتهمين كانت يد الحوثيين هي الاخرى تحفر نفقا الى بيت الرئيس السابق عاري عبدالله صالح في حي الكوميم لاستكمال جريمة الاجهاز على صالح جريمة مركبة ومرتبطة يد الحوثي بالاخوان تكشف بان قتل صالح لم يكن عبارة عن تخطيط محلي بل توجه دولي ضمن ما كانت تعرف حينها برياح التغيير الذي تؤمن بكافة الوسائل القدرة لتحقيق الغايات مهما كانت العواقب ويثبت تشابك يد الاخوان بالحوثي ان كلا الجماعتين التي خرجت في ساحة واحدة شركاء مخطط خبيث واحد ليس على صالح فقط بل لتغيير جغرافيا السياسة اليمنية بشكل عام التقاء يد الحوثي بالاخوان المسلمين تجاوزت التفجير في العام 2011 وحفر النفق في العام 2014 الى مسألة تبادل الاسرة فقد كان المتهمون بقضية مسجد دار الرئاسة احد اهم الملفات بين شركاء البارحة وقد تم الافراج في اكتوبر من العام 2020 عن اربعة متهمين هم اخر وجوه في هذه الجريمة وكانوا موجودون في السجن المركزية بل ان من كرم الحوثي للاخوان ان تم اغلاق ملف قضية مسجد دار الرئاسة تماما في المحكمة الجزائية وعدم عقد اي جلسة لها او ذكر لها في المحاضر برغم ان مجلس الامن الدولي اعتبرها جريمة دولية